أقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والنقاط التي سيتطرق إليها الرئيس ميقاتي خلال مشاركته وترأسه وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في المملكة العربية السعودية الرئيس ميقاتي غادر دون الإدلاء بتصريح مكتفيا بالقول اللقاء إيجابي كالعادة مع الرئيس بري وعرضنا النقاط التي سأتطرق إليها في القمة العربية رئيس المجلس عرض أيضا المستجدات وشؤون متصلة بوزارة الأشغال والنقل لسيما مرفأ بيروت والأملاك العامة البحرية وذلك خلال استقباله وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمي الذي قال وضعت الرئيس بري بأجواء لقاء الأخير مع مدير عام شركة توتال وضعت الرئيس بري بموضوع الأملاك البحرية من الألف لليه وشرحنا له شط البحر المتين وعشرين كيلومتر وكان الموضوع هو نزيد إيرادات الدولة اللبنانية الأسمى أن يتم زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الاستثمار لأملاكها وخصوصا الأملاك العامة البحرية نحن مرسوم الأملاك العمومية البحرية وضمن خطة والخطة الآن اللي بدنا نعملها من الأسبوع المقبل هي التعاقد مع إحدى الجهات لمسح شامل لكامل الشط أكد الرئيس بري على أنه هيدا الموضوع هو حاجة وطنية لمسح كامل للشط من راس النقورة للعريضة لأنه نسبة التعديات أصبحت زيادة على الشط والدولة اللبنانية مش عم تستفاد من كل هيدا الشط وبالتالي عملية المسح لأنه المسح الأخير اللي صار من قبل الجيش اللبناني صار بالعام ستة وتسعين ولا يوم نحن بالألفين وثلاثة عشرين يعني نحن عم نحكي عن سبعة وعشرين سنة لم تقم الدولة اللبنانية بالمسح ونحن كإدارة وزارة أشغال العمل والنقل نعتمد على أرقام ستة وتسعين وأصبح بالتالي بعد مضي سبعة وثلاثين سنة أن نقوم بالمسح الميداني والمسح لكامل الشط وهذا دوت الرئيس بري أكد عليه كما استقبل الرئيس بري المحامي جوزاف أبو فاضلة موسيقى